الشيخ هل يجوز التبرك بالحجر الأسود؟ نعم الحجر الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ومسحه وقبله في طوافه ما هو من باب التبرك وإن ما هو من باب العبادة لله عز وجل وفي الأثر أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض وأنه يأتي يوم القيامة يشهد لمن استلمه يشهد لمن استلم عند الله استلمه بحق يشهد له عند الله سبحانه وتعالى فالله هو الذي جعل الحجر الأسود يستلم ويقبل أو يشار إليه في الطوافه نحن متبعون لا مبتدعون ما نجعل حجر ثاني ونقول هذا مثل الحجر الأسود نحن لا نشرع لأنفسنا ولا يشرع لنا مخلوق إنما المشرع هو الله والمبلع عن الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد إذا أراد أن يقبل الحجر يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك المسألة مسألة اتباع وطاعه لله ورسوله ليست لذات الحجر نعم موسيقى موسيقى